اشتركوا في القناة اما جنوبا اجواء مستقرة من الصحراء الوسطى نحو الجنوب الشرقي لغاية اقصى الجنوب بينما تكون الاجواء رعدية بالجنوب الغربي لغاية شمالي الصحراء ستتشكل بعض الصحب الرعدية حيث من المحتمل تكون مرفوقة ببعض الامطار المحلية خاصة بمنطقة الصورة الحرارة خلال ليلة اليوم ستتروح مبين 11-13 درجة بالمناطق الداخلية ومبين 18-20 درجة بسواحل 19 درجة منتظرة ببشار وجانات 16 فقط ببسكرالواد برقلا حسيم سعود 25 درجة بأضرار بتندوف وحتى بانجزان بينما ستصل 27 درجة بانسالح وبرجبجي مختار خلال ظاهرة الغد الحرارة القصوة تتروح مبين 30-33 درجة نحو السواحل تنخفض بالمناطق الداخلية بالخصوص الجلفة والبيض حيث لن تتعدى 28 درجة منتظرة بشمال الصحراء والواحد 30 درجة ببشار بجانات 33 درجة بـ 8 رأس 37 درجة بتندوف وأدرار وتبقى تقارب الـ 40 درجة من الصحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب فيما يخص الملاحة والصيد البحري اليوم الغدى البحر سيكون قليل الاتراب إلى مطرب نحو سواحل الغربية الرياح تكون ضعيفة إلى معتدلة بسواحل الغربية ضمن تيارات جنوبية شرقية أو جنوبية غربية تدور إلى شمالية شرقية نحو أقصى سواحل الغربية جولة خاطفة إلى بعض العواسم الأوروبية حيث الأجواء ستكون مستقرة على أغلب العواسم مع 16 درجة ببرلين 17 درجة بلندن كذلك بكييف 22 درجة بفيينة وإسطنبول ترتفع إلى 26 درجة بروما وأخيرا ترتفع أكثر إلى 29 درجة بلشبونة وقت شروق الشمس صباحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة السادسة سباحاً و48 دقيقة والغروب على الساعة السادسة مساءً و21 دقيقة مشاهدنا أشكركم على حس المتابعة وادمتم في أمان الله منظورة أعجاب المتابعة نهاية الأعجاب المتابعة البحر أعجاب المتابعة أو الأعجاب المتابعة ك Samsée لkąتت expect conscience سيكون أص difوراًة ولو سيكون 건